يعني حضرتك برضو بتوجه لشيء مهمة قوي أنه تربويا برامج الأطفال محتاجة في الإزاعة وفي التلفزيون مهمة برامج الأطفال مهمة ومجلات الأطفال مهمة وأنا وأخويا الدكتور أنور كنا بنحوش من مصروفنا القليل لأنه ما كانتش الظروف تسمح أنا عايز أشتري مجلة بثلاثة ساعة أخذ هاي نشتري فنتطرحنا نحوش من مصروفنا اليومي علشان نجمع ثلاثة ساعة ثمن مجلة سامير كل يوم حد ويوم هي بتطلع الحد السعر بقى الفجر نروح عند الراجل بتاع الجرائد عشان نقعد ندفع معاه وأول ما يسمع صوت القطر يروح يقول تعالوا معايا وشديد هنة من الراتب اللي ما بعوت له الراجل بيحدف له من القطر كده رزمة فيها حاجاته وجرائد وكتبه بتاع يروح مادئ يطلع ساميره ومدهنة ونقعد نكتفي أنا أحوضها من الساعة 7 للساعة 8 وانت من الثمانية للتسعة ده كمان لازم نهتمي به في الأطفال وده يبقى الأول أننا نهتمي بالتعليم والمهارات الأساسية ما هو حضرتك لو عندك طفل وصل لستة ابتدائي ومش عارف يفك الخطر قام المالك حيزها ما يشلى حيقرى ولا حاجة إنما إحنا كنا دخلين أولى ابتدائي وبنقرى تبقى تكون هذه المجلات زي ما حضرتك بتقول إنها دافع للأطفال إنهم يعني يتمسكوا بيها وبالتالي ممكن يقروا بشكل جيد في أي كتاب مدرسي وعرفنا توفيق الحكيم وعرفنا طاه حصين من خلال مجلة الأطفال ديان وإحنا عندنا سبعة وثمان سنين لأنها إما بتنشر تلخيص لعودة الروح يا إما بتنشر تلخيص لمقالة طاه حصين وهكذا فإحنا عرفنا تراثنا بهذا الشكل الموسيقى أعتقد في المدرس مهمة جدا بالتأكيد طبعا والكتاب المدرسي والقصص مثلا مكتبة المدرسية نفسها طبعا الموسيقى أبجدية والصورة أبجدية فبس المهم أنت بزيلي جهد علشان يبدأ يستوى بالموسيقى وبزيلي جهد علشان يحب جمال ويحب المنظر الطبيعي ويحب التمثال ويعرف إيه القيام اللي وراء التمثال واللي وراء الرسمة واللي وراء الصورة وهكذا يعني الرحلات المدرسية مثلا للأماكن المختلفة الأسرية طبعا ده كل ده كان جزء من وجداننا وإحنا صغيرين كانت الرحلة للأهرام وللمتحف المصر والمتحف الزراعي كانت مسألة أساسية وكان الواحد يعني بيروح الرحلة من دول ويجي متغير أبقى أنا في القرية بتاعتي أنا واحد من اللي راحوا عند الهرم ودخلوا المدخل بتاع الهرم مدخل الخالفة المأمون ومشيت جوه الهرم يعني ده كان بيبقى مزايا أساسية في الوقت ده في الحقيقة طب هل يعني بعد محكة يعني كتبت هذا الكتاب الجميل شايف أنه الغناء في مصر ما زال له نفس القدر الذي كان ما زال ولكن اختلفت الصورة شوي يعني بقت فيه جزر ربما تكون يعني احنا كان عندنا فن متساند يعني ربما الملاحم اللي أنا أشرت إليها في الصعيد المواويل الحمراء والخضراء أغاني الفلاحين المرتبطة بالمناسبات المختلفة بما فيها الحصاد وفيه أغاني للعمل كل أنواع العمل لها أغاني بالإضافة للأغاني للأغاني القومية اللي هي بتاعت سيد درويش وعبد الوهاب ومكلسوم وعبد الحليم والمجموعة العظيمة دي من الفنانين المصريين فكان فيه تساند وفيه علاقة إيجابية بينهم وبياخدوا ويد من بعض سيد درويش مثلا كان يجري وراء البيعين اللي أنا أشرت لهم دول في الشوارع علشان شايف أنه هو عنده مقام عايز يلقط منه المقام ده علشان يحطه في حاجة من حاجاته الجميلة طب علينا أنه جابه يعني هذا الاتجاه باتجاه تاني أفضل وأحسن بالتأكيد بالتأكيد